موسيقى مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و أهلا و مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أيام الله يقول الله تعالى في سورة المائدة وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب و عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه و سلم قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته و من فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة و من سترى مسلما ستراه الله يوم القيامة و عند نزول الوحي على النبي صلى الله عليه و سلم لأول مرة رجع إلى السيدة خديجة فأخبرها الخبر ثم قال قد خشيت على نفسي فقالت له كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم و تصدق الحديث و تحمل الكل و تقري الضيف و تعين على نوائب الحق و لم يزل رسول الله صلى الله عليه و سلم يعين ذا الحاجة و يساعد الضعيف و يعين المغلوب و ينصر المظلوم و يغيث الملهوف بكل وسيلة ممكنة بيده إن استطاع و بلسانه عن فضل إغاثة الملهوف و المكروب في الإسلام تأتيكم هذه الحلقة من برنامج أيام الله و التي نسعد فيها بصدافة فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الددو الداعية الإسلامي و رئيس مركز تكوين العلماء في موريتانيا أهلا و سهلا بفضلتكم و شرف لنا أن نكون بصحبتك فضلت العالم الله يكرمكم و يحفظكم و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته و أهرك الله فيه كما يسعدنا مشاهدي الكرام أن نستقبل أسئلتكم و استفساراتكم على رقم الواتس الذي يظهر على الشاشة بذاتا فضيلة الشيخ ما معنى إغاثة الملهوف و ما فضلها في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على سيد الأولين و الآخرين نبينا محمد و على آله و أصحابه و من اهتدى بهده و أسنى بسنته إلى المدين أما بعد فإن الله سبحانه و تعالى افترض فرائض على عباده و قسمها إلى قسمين إلى فرائض عينية و إلى فرائض كفائية فالفرائض العينية يطلب من كل إنسان تأديتها و مصلحتها متعلقة بفاعلها و الفرائض الكفائية لا يطلب من كل إنسان فعلها و إنما يطلب حصولها فالمقصود الأساسي فيها الحصول و فرض الكفاية اختلف فيه هل هو أفضل أم فرض العين فقال طائفة من الألم فرض الكفاية أفضل من فرض العين لأنه لو تركته الأمة لأذمت جميعا و لو فعله إنسان منها واحد فكتب له أجر الأمة جميعا و هذا الاختيار بإسحاق الإسفرايين و بعض إمة الشافئية و لذلك يقول السيطي رحمه الله في الكوكب الساطع فرض الكفاية مهم يقصد و نظر عن فاعل يجرد و ذهب الأستاذ والجوين و نجله و يفضل فرض العين و فرض الكفاية هي ما يتعلق بالاستخلاف في الأرض و من ذلك إغاثة اللهفان و الإغاثة معناه إنقاذ اللهفان و هو الذي وقع في هلكة سواء كانت مادية أو معنوية سواء كانت من عدو أو من جوع أو من عطش أو من غير ذلك فالملهوف و اللهفان هو المصاب بلهفة و اللهفة في الأصل هي الحزن قول و لهفا على كذا أي يا حزني على كذا فاللهفان و الملهوف هو المصاب بلهفة و هي حزن شديد و المقصود أنه قد وقع في كربة و الإغاثة معناه الإنقاذ أن تنقذه من كربته و قد ورد عدد كبير من الأحاديث بفضل إغاثة اللهفان منها إن الله يحب إغاثة اللهفان و منها إغاثة الملهوف في عد من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا و لكن كل هذه الأحاديث التي في آله هو اللفان أو الملهوف ضعيفة لكن حصل منها عدد كبير بعضها في السنن و بعضها في المسند و لم يصح منها واحد بعينه لكن بجمهورها يحصل المقصود أما المعنى فالنصوص فيه كثيرة في القرآن و السنة فقد ذكرت أنت آية سورة المائدة و يقول الله تعالى و تعاونوا على البر و التقوى لكن أيضا في القرآن آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى منها قول الله تعالى و يطعمون الطعام على حبه مسكينا و يتيما و أسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم و لقاهم نظرة و سرورا و منها كل آيات الرحمة الله جل جلاله يقول كتب ربكم على نفسه الرحمة و يقول محمد رسول الله و الذين معه أشداء و على الكفار رحماء بينهم و يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم و يحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون لوم تلائم و كذلك الأحدث الصحيحة في الرحمة كثيرة منها هو مشهور على كل نطاق حديث الرحمة المسلسل بالأولية و ذلك أن أهل الحديث تعودوا على أن يحدثوا به أول حديث يحدثونه و هو ما رواه سبيان بن عيانة عن عمر بن دينار عن أبي قابوسة عن عبد الله بن عمر بن العاصر رضي الله عنه و ما قال سمية رسول الله صلى الله عليه وسلم و يقول الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء هذا الحديث أول ما يتعلمه طالب العلم أول ما يتعلمه المحدث أول ما يسمعه و يقول المحدث حدثنا هلانا و هو أول حديث سميته منه قال حدثنا هلان وهو أول وتنتهي الأولية فيه إلى سبحان بن عين كذلك ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يرحم الله من عبادها الرحماء وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من لا يرحم لا يرحم فالحديث في الباب كثيرة كالآيات وهي كلها تدل على أن الرحمة هي خلق الإسلام وأنها كتبها الله على هذه الأمة فهذه الأمة أمة رحمة بالخلائق كلهم فهي ترحم الجمادات ترحم البيئة ترحم المخلوقات ترحم حتى الكلاب حتى أنواع الخلائق ترحمها ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مرأة زانية كانت طردها أهلها فذهبت في الصحراء فعطشت فنزلت في بير فشربت ثم صعدت فوجدت كلبا يأكل الثرى من العطش فقالت لقد بلغ هذا من العطش ما بلغته فنزلت فنزعت موقها أي خفها جعلت فيه ماء وأمسكته بأسنانها وصعدت حتى سقط الكلب فغفر الله لها عفر الله كل ذنوب كل ذنوبها بهذه السقية فقط نعم والعكس أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت امرأة النار في هره حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض امرأة ولو كانت لها أعمال كبيرة من الخير لكن دخلت النار في هره وماذا عن الذي يحبث الناس ويحاصر الناس نعم هذا أمر عظيم جدا طيب فضيلة الشيخ يعني حرك تحدثت عن فكرة أن اللهفان أو الملهوف هو الذي يقع عليه الحزن هل نفهم من ذلك أن إغاثته من الممكن أن تكون معنوية ومادية ليست فقط مادية نعم يمكن أن تكون بكل شيء كما قال الشاعر هلا بد من شكوى إلى ذي مروأة يواسيك أو يسليك أو يتوجع جرد التوجع ينفعك ويتحصل على السواب تسمع اليوم إخواننا في غزة وسمعتنا لاحظت أهل الشمال بالخصوص تجاوبوا كثيرا مع المسيرات الدائمة بالأخص ما كان في الأردن البارحة نعم يقولون إنها نفست عنا وفتحت الأمل أمام عيوننا فهذه طبيعة البشر سبحان الله يحتاج إلى من يقف معه في أزماته ومشكلاته ولذلك يقول عويف القوافي لما أتاني عن عيينة أنه عان عليه تضاعه لأقياده بذلت له نفس النصيحة إنه عند الشدائد تذهب لأحقاده فضلت الشيخ حديث النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضه وشبك بين أسبوعه صلى الله عليه وسلم هذا المعنى كيف نراه على أرض الواقع نعم بالنسبة للمؤمنين بيّن الله أخوة بعضهم لبعض في كتابه وأكدها وبيّن أنهم أمة واحدة فقال تعالى في آيتين من كتابه قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وقال وإن هذه أمتكم أمة واحدة وبيّن أخوتهم فقال إنما المؤمنون إخوة وبيّن أخوتهم حتى في الآخرة فقال ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأخوة وركّتها في قوله المؤمن أخو المؤمن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله ولا يكذبه التقوى هاهنا ويشير إلى صدره ثلاثا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم يقول حقوق المسلم على أخيه رد السلام أن يرد السلام إذا سلم وأن يشمته إذا عطس وأن يعوده إذا مرض وأن يتبع جنازته إذا مات وأن يجيب دعوته وكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم آثار هذه الأخوة وما يحصل للمؤمنين بها من الفضل فقال سبعة يظلهم الله في ظله وما لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل دعته امرأة ذاته منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمالهما تنفق يمينه ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه وهذا الحديث في أخوة المؤمنين منها الحديث الذي ذكرته وهو حديث أبي موسى الشعري في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمنين كالبنياني يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه وكذلك حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اجتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر وكذلك حديث أبي جحيفة السوائي رضي الله عنه أن علي من أبي طالب رضي الله عنه أخرج من قراب سيفه ورقة فيها العقل وفكاك الأسير وفيها والمؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يدون على من سواهم ويصعى بذمتهم أدناهم وفيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المؤمنين واحدة فكل هذا يقتضي تأكيد هذه الأخوة بل أغرب من هذا أن الله في سورة النور لم يخاطبنا بالأخوة بل جعل المؤمنين أنفسنا ليسوا إخواننا قال لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وضعنا الآية ظن المؤمنون والمؤمنات بالمؤمنين والمؤمنات خيرا ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم أي بالمؤمنين والمؤمنات خيرا فأخوك ليس مشرد أخ بل هو نفسك تحب له ما تحب لنفسك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وأخيه هنا نكرت مضافة إلى الضمير وذلك من ألفاظ العموم تشمل كل أخي لك في الله فلابد أن تحب له ما تحب لنفسه ليس الأخ الدم يعني لا لا هي مفتوحة على فكرة أخوة الإسلام أخوة الإسلام طيب فضيلة الشيخ يعني ما جزاء من يقصر في إغاثة ملهوف وهو يستطيع أن يغيثها نسأل الله سلامة والعافية من قصر في أمر يكون ضامنا ثلاثة أنواع من أنواع المسؤوليات المسؤولية الدنيا أسهلها وأدناها مسؤولية المرؤة فقد حطم مرؤته وألغاء سمعته بين المسلمين ولذلك لا تقبل شهادته لدى القاضي لأنه ثبت أنه قدر على إغاثة ملهوف فلم يفعل فتجرح شهادته في المسلمين وترد وقد أهدر عرضه بين الناس فكل مقصر في حق عليه قد أهدر عرضه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه يحل عقوبته وعرضه العقوبة الثانية أو المسؤولية الثانية هي المسؤولية الدنيا في الضمان فإنه يلزمه في ذمته وفي ماله ما ترتب على عدم إغاثته الملهوف إذا رأاه رأى إنسانا يتعرض للقتل وكان بالإمكان أن ينقذه فلم يفعل فإنه تلزمه ديته وقال بعض أهل العلم بل يقتادوا منه ولذلك يعني كأنه قتل بخطأ وشارك في القتل إما أن يكون المقضل معناه أنه شارك في القتل أو قتل خطأا وهذا الخلاف موجود وقد نظمه جدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه فقال إذا أجاف خالدا مروان وقد أبى بخيطه صفوان أقاد مروان وصفوان ودى ولا يرى اللخمي إلا القود اللخم يرى أنه يجب القود على الآب الممتنع عن إغاثة اللهفان كذلك يلزمه ضمان ما أثلف من المال إذا رأى دارا ستهدم أو رأى مدينة بكاملها أو قطاعا بكامله يهدم وكان بالإمكان أن يوقف الحرب وأن يمنع تهديمه فلم يفعل فإنه ضامن شرعا في ذمته لكل ما هدمه وكل ما تلف من الأنفس والأموال والمصالح كلها في ذمته ورقبته يتحمل إعادة الإعمار يتحمل إعادة البناء كلها في ذمته كلها دين عليه العقوبة الثالثة أو المسؤولية الثالثة هي المسؤولية الأخروية وهذا أعظم شيء أنه يأتي هذا الشخص متعلقا برقبته يوم القيامة هو خصمه لو كان شخصا واحدا فيقول يا رب رآني في مضيعة فلم ينقذني لا إله الله وهو بذلك غاش للمسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا فكل من قدر على إنقاذ مسلم من هلكتنا أيًا كانت فلم يفعل فإنه خصمه يوم القيامة يأتي خاصمه بين أيدي الله لكن أكدت على فكرة القدرة أن يمدلك القدرة للنصرة أو للإغاثة طبعا لا بد من القدرة لأن التكليف من شرطه الذكره والقدرته أن يكون ذاكرا حاضر القلبي حاضر العقلي وأن يكون قادرا على إنقاذه طيب هل هناك موازنات في الأمر يعني إذا كان الرجل أو المرأة أمامه أحد يستغيث وهو ينظر إن أغاثه ربما يهلك معه وإن لم يغيث سينجو بحسب درجة الظن ليست مجرد ربما ما تكفي في هذا الباب إذا كان يتوقع توقعا كبيرا أنه سيهلك معه نعم له الحق حينئذ أن يفر لأنه يحصل له ما قال موسى عليه السلام وفررت منكم لما أخفتكم هذا يمكن نعم ويكون الإنسان حينئذ قد أعذر لأنه وقفت قدرته عند هذا الحد وقد قال الشاعر أجاعلة أم الثوير خزاية علي فراري أن لقيت بني عبسي لقيت أبا عوف وعوفا ومالكا وعمرا فجاشت من لقائهم ونفسي لقونا فضموا جانبينا بصادق من الضرب بفعل النار بالحطة باليبسي وليس فرار اليوم عارا على الفتاة إذا علمت منه الشجاعة بالأمسي لكن إذا كان مجرد أوهام فالأوهام يلقيها الشيطان ولا نهاية لها ولذلك قال الله تعالى قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين فما دام الإنسان لا يوقن أنه سيهلك ويتصور أنه قد يصيبه ضرار لكن لا يصل إلى حد التهلكة وهو يرجو أن ينقذ إنسانا من التهلكة فإن الموازنة مقتضية أن ينقذه وأن لا يتردد طيب فضلة الشيخ أيهما أولى للمسلم أو المسلمة أداء العبادات أم قضاء حوائج الناس بالنسبة للعبادات تنقسم إلى قسمين إلى أركان الإسلام مثل الصلاة والصيام والزكاة والحج هذه أركان والجهاد هذه الأركان مقدمة على غيرها الأمر الثاني ما دون ذلك من الفرائضة وما كان يمكن أن يؤخر فهذا يقدم عليه ما تعدى نفعه لذلك القاعدة الفقهية هي أن ما تعدى نفعه أفضل ومما قصر هذه ليست على إطلاقها في كل الإبادات كما ذكرناها لدينا أركان إسلام لدينا أمور وقتها مضيق لكن ما سبه ذلك دائما ما تعدى نفعه أفضل ومما قصر ممكن تضرب لنا مثل في هذا الأمر حتى يستوضح ما تعدى نفعه مثل العلم ومثل الجهاد الذي فيه نصرة للدين وإعلاءه لكلمة الله ومثل نفع عام للناس كإماطة الأداء عن الطريق وكحصول النفع السقايا أو نفع أي كان للناس فهو أفضل مما قصر مثلا الآن الإنسان يمكن أن يعتمر يذهب في رمضان ويعتمر العمر في رمضان شيء كبير وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرته في رمضان تعديل حجة أو قال حجة معي صلى الله عليه وسلم لكن الآن لا شك أن الجهاد بالمال وإنقاذ الملهوفين في غزة أفضل بكثير من هذه العمر لأن نفعها قاصر على صاحبها والإغاثة نفعها متعدل إذا استطاع الإنسان إيصاله نعم طيب هل إغاثة الملهوف في رمضان يعني ميزة خاصة ثواب أكبر المواسم كلها مواسم الخير تضاعف فيها الحسنات وتتقبل وبالأخص رمضان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه تفتح فيها أبواب السماء وتفتح فيها أبواب الجنة وتصد فيها أبواب النار وتصفد فيها مرضة الشياطين ويقال فيه يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصد فالحسنات فيه مضاعفة والإنسان فيه وعين على نفسه وعلى شيطانه وعلى كل أعدائه فلذلك عليه أن ينطلق ويقبل وأن نكون جميعا من بغاة الخير ولا شك أن ما تعدى نفعه من العمل الصالح في رمضان مضاعف ولذلك كانت الانتصارات التي ضحى فيها المسلمون تضحية جسيمة فحقق الله لهم ما وعدهم من النصر كثير منها كان في رمضان كغزوة بدر وفتح مكة واليرموك والقادسية وبعد ذلك عينجالوت وحطين وزلاقة وغيرها من مشاهد الإسلام الكبرى فضلت الشيخ بعض الناس تمسك خشية الفقر في ظل وضع اقتصادي عالمي صعب فكيف يتغلب المسلم على هذا الشح وهذا النسبة لهذا الشح هو من عمل الشيطان لأن الله قال الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم الفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع وعليم والله سبحانه وتعالى يقول وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ فإذا أيقن المؤمن بصدق القرآن و بصدق وعد الله وعد الله لا يخلف الله وعده وأن كل خير من عنده وأن الخزائن كلها بيده وأن يديه سبحانه وتعالى سحاءان الليل والنهار لا تغيضان بالعطاء وأن الإنسان لا يمكن أن ينال إلا ما آتاه الله وما بكم من نعمتهم فمن الله فإنه يوقن بالخلف فيبادر وكذلك إذا تيقننا جميعا بنداء ربنا جل جلاله فقد خاطبنا مرتين في كتابه إحداهما في سورة البقرة والأخرى في سورة الحديد فقال من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له فإذا أيقن الإنسان أنه سيحفظ ماله لأنه سيقرضه إلى الكريم السخي الجواد الغني الحميد سبحانه وتعالى فيكون مقطوعا به ومقطوعا بأرباحه الهائلة التي لا حصر لها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وما تصدق امرء بعدل ثمرة من كسب طيب إلا كان كأنما وضعها في يمين الرحمن فلا يزال ينميها له كما ينمي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل والفلو ولد الفرس والفصيل ولد الناقة فالله ينميها كما ينمي أحدكم فلوه وفصيله حتى تكون كالجبل فضلت الشيخ من بين أسماء الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى هو المغيث ما معنى المغيث؟ المغيث تشمل أمرين تشمل الذي يغيث كل من استغاث به كل من استغاث بالله سبحانه وتعالى لا يغيثه وهو غياث المستغيث هنا سبحانه وتعالى وتشمل الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط الناس فإن ذلك من خصائصه فلا يمكن أن ينزل الغيث سواه كذا قال وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطه وينشر رحمته وهو الولي الحميد فهو المغيث في الجانبين المغيث بالإغاثة والمغيث بالغيث سبحانه وتعالى فضلت الشيخ حتى الآن إحصاء ما يحدث في غزة فيما يخص من ماتوا غرقا أو ماتوا من إسقاط المساعدات عليهم بالخطأ يعني حوالي ثمانية عشر شخصا ما حكم هؤلاء فضلت الشيخ؟ هؤلاء شهداء في سبيل الله وليسوا وحدهم كذلك بل الذين أيضا كانوا استشهدوا وهم يقومون بالإغاثة كالطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني يستشهدون في هذا الوضع وبعضهم ينهار عليه مبنى وهو يريد إنقاذ الناس من تحته وبعضهم ينهار عليه نفق وهو يريد الجهاد في سبيل الله ويريد عملا صالحا فكل هؤلاء شهداء في سبيل الله وبالنسبة للذين ماتوا غرقا في هذا لهم شهادتان فعد النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء من أمته الميت في الغرق والميت في الحرق والميت في الهدم فكلهم من الشهداء في سبيل الله طيب طبعا بنحسن الظن لكن حكما أسقط هذه المساعدات أو وقعت منه في البحر بالنسبة للذي نعلمه أن غزة ليست في برج مخصول عن العالم وأنه يمكن أن يتوصل إليه المساعدات بريا كما كانت تحصل مثل العالم كله جميع نقاط العالم يمكن أن تصل إليها المساعدات فلماذا تنسق مع الصهاينة جويا ولا تنسق معهم بريا؟ لماذا لا تفتح المعابر وتترك المساعدات تصل مساعدات متكدسة وبعضها الآن انتهى تاريخه وبعضها خريب من التعرض للمطر والتعرض للهواء والتعرض للشمس وغير ذلك وهي جاءت من أسقاع الأرض كلها هائلة وهي متكدسة الآن عند المعابر منع دخولها بريا؟ كيف يكون الجو الجولة وأسقطة لجمعت كل ما أسقط ما يساوي ساعة واحدة من فتح معبر ما يدخل مدة ساعة فقط من فتح معبر فالذي ترميه طائرة مثلاً قل عشرين طن أربعين طن هذه كلها حمولة سيارة واحدة أربعين طن حمولة سيارة واحدة وأكثر فلذلك القضية غير مفهومة وفيها إهانة وإذلال للناس لكن لو قدر أنها كانت عن اجتهاد وأنهم أرادوا به الخير كان المفروض أن يكون الاتفاق ما دام موجوداً على إقاعها في المناطق غير المأهولة وهي كثيرة وأن لا تذهب إلى البحر وأن لا تذهب أيضاً بعضها رمية في جنوب لبنان بعيد جداً نعم فلذلك المفروض أن تكون منسقة ولا أظن أن الطيران الدقيق الذي رأينا دقة قصفه بالصواريخ ستكون دقته بإلقاء هذه الأغاثة بهذا النوع من العشوائية والضياع وبالأخص أشياء كثيرة رمية في البحر يراد فقط أن يقال إعلامياً وصل كذا وكذا من الأطنان إلى غزة وهي ما وصلت يغرقت في البحر يعني أنا ملاحظ منذ بداية الحلقة فضلة الشيخة عندما تحدث عن غزة تبكي لماذا فضلة الشيخة هل في أحد ما يبكي لو رأى هذه المشاهد لو غير مسلم ولو أي إنسان حي نعم كثير من المسلمين ينتبهم شعور بالعجز والقهر وأيضاً شعور بالذل لما يحدث في غزة هل هل الحساب لنا كمسلمين سيكون على استطاعتنا لنصرة أهل غزة أم على ما يحتاج أهل غزة من النصر على ما نستطيعه نحن لا نكلف إلا بما نستطيع والله قال لا يكلف الله نفساً إلا وسعها وقال لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها وقال ولا نكلف نفساً إلا وسعها فالتكليف إنما هو بالمطاق ولا تكليف بما هو خالف عن الطوق لكن على الأقل تأثر القلب وتأثر بالدمع كما قال الله تعالى وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُوا مِنَ الدَّمْعِ حَسَنًا أَلَّا يَهِدُوا مَا يُنْفِقُونَ فضيلة شيخ رأي حضرتك في من يقول أنه أصبح الآن في اعتياد للمشهد فكرة أن هناك مجزرة وقعت أصبح خبر عادي على أسماع الناس مع الأسف البشر هكذا يتعودون على كثير من الأمور التي هي رهيبة ومفضعة لكن إذا تكررت على أسماعهم أو على أبصارهم هانت عليهم وهذا حصل في تاريخنا الإسلامي كثيرا فلو رأيت ما حصل في الأندلس أو قرأت عنه وسميت الفضاعات الهائلة وشي الناس في الأفران وتقطيعهم إربا إربا وأشياء فضيعة جدا ولو رأيت ما حصل مع التتار لما دخلوا بغداد وكيف كان عملهم والهمجية التي حصلت في أماكن شتى أيام هلاكو كما ذكرنا أو أيام جنكيز خان أو ما بعد ذلك أشياء كثيرة رهيبة حتى في العصور المتأخرى نحن الآن حتى نتحدث عن غزة نعم لكن أيضا في السودان فضائع هائلة وفي مناطق من اليمن فضائع هائلة وفي أماكن شتى فضائع هائلة يتعرض لها المسلمون والناس الآن تذكر الجثث المحرقة في رابعة أو في نهضة مصر الناس ما زالت في أعينهم الجثث المحرقة التي أحرقت البشر ليسوا حيوانات وما لهم ذنوب محتجون على أمر معين فأحرقتهم شعور الاعتياد هذا فضلت الشيخ هل يقضح في إيمان الشخص أو يقلل من فكرة أنه مهتم بأمر المسلمين هو يقضح أولا في إنسانيته إنسان الذي يصبح هذا أمر اعتياد عنده يكون التصفى بالهمجية والسادية والحيوانية ولم يعد بشرا كبني الإنسان طيب فضلت الشيخ يعني لو أردنا منك نصيحة فيما يخص السؤال الذي يتكرر يوميا عندنا على الرقم واتس أب عن واجبات المسلم تجاه غزة كيف ننصر أهل غزة ما يحتاجه أهل غزة لو حالك تفرد لهذا الأمر يعني تفصيلات بحيث الناس يعني تستطيع أن تفعل شيء نعم أولا البداء بما يستطيعه كل إنسان من المسلمين كبير أو صغير ضعيف أو قوي بعيد أو قريب هو الدعاء ولا جاء إلى الله في هذا الأمر فهذا مقدور عليه من الجميع وهو واجب شرعي الأمر الثاني من يستطيع كلمة نصرتهم بالكلام فإن ذلك واجب عليه شرعا وهذا حظكم أنتم أهل الإعلام منه أكبر من حظ من سواكم وكذلك خطباء المساهد والإمة والعلماء كل من يستطيع الكلام ثم بعد ذلك النصر بالمال كل من يستطيع أن يشارك بماله فقد بايع الله على نفسه وماله وأغلب آيات القرآن بدأ فيها بالجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس إلا آية البيعة في سورة التوبة بدأ فيها بالنفس قبل المال لكن ما سوى من الآيات ذكر فيها الجهاد بالمال قبل الجهاد بالنفس ثم بعد ذلك الاحتجاجات السلمية التي ذكرنا أثرها عليهم وأثرها العالم الآن لا يخفى ولا تخطئه عين وأنتم هل الإعلام أدرى الناس بذلك ثم بعد ذلك تأتي المسؤولية على الذين يحكمون المسلمين وهم الحكام فالأمر بأيديهم والقرارات إليهم وبإمكانهم أن يفعلوا ما فعل الشهيد محمد مرصير رحمة الله عليه عندما قال لن نترك غزة وحدها فتوقفت الحرب فكل إنسان منهم كان بإمكانه أن يفعل ذلك كل رئيس منهم فمسؤوليتهم أعظم من مسؤولية من سواهم وأيضا منعهم لوصول المساعدات ومنعهم لوصول الناس الناس سريد أن تدخل فمنعهم لها لا شك أنه عجز غاية العجز وأنه تخاذل وهوان ما بعده هوان طيب هل أدى العلماء ما عليهم تجاه غزة فضيلة الشيخ؟ العلماء ليسوا أشخاص محصورين بعدد معين تقول لكن قل بعض العلماء نعم الذي يستطيعونه فعلوه لأنهم لا يستطيعون إلا أن يبذلوا من أقوالهم ومن توجيههم ومن مالهم ومن حظهم للآخرين وهذا فعلوه ولكن لا يستطيعون القتال لا يملكون سلاحا ولا يحملون أي متفجرات ولا يكون أيضا توجيه الجيوش ولا الأوامر لكن كثير الناس يتخيل أنه بمجرد أن هذا الشخص يرتقل من برأ وأن هذا الشخص يتمنه الله على شيء من الوحية وعلم أو يستطيع أن يدرس علما أنه عليه أن يفعل كل هذه الأمور تخيلون أنه بالإمكان أن يقتحم الحدود ويدخل هذا تصور خاطر هم يذلوا غيرهم ما قدروا عليه واجب عليهم وما لم يقدروا عليه غير واجب عليهم وليس لهم قدرات خارقة إنما قدراتهم هم يذلوا قدرات غيرهم من الناس لكن هناك بعض العلماء صمتوا لم يتحدثوا لم يقولوا وبعض الدعاء صبتوا أهل غزة هذا لا أنكره وقد ذكرت لك ذلك أنه وأيضا حتى من الحكام ما قلناه إنهم مسؤوليتهم جسيمة أيضا بعضهم كانت مواقفهم جيدة فالاستهناءات لا بد أن تبقى لكن الأكثرية من الحكام مواقفهم سيئة والأكثرية من العلماء مواقفهم جيدة والاستهناءات هي العدد اليسير من العلماء الذين لم يقوموا بواجبهم والعدد اليسير من الحكام الذين قاموا بواجبهم أسئلة كثيرة وردت إلينا والوقت يدهمنا كما نقول السؤال الأول يقول بعد السلام والتحية أريد سؤال الشيخ في مسألة تأنيب الضمير والأكل والعيش الطبيعي وإخلان في غزة يموتون ويقول والله إني لأبكي كل يوم وأقول لزوجتي إن الله سيحاسبنا على أهل غزة لا ما يحاسبكم لأنك أنت ما تستطيع ذلك ما أمرك الله أن تترك طعامك وشرابك من أجلها لغزة لكن أمرك أن تعطيهم ما تستطيع وأن تشركهم في ما لديك وهذا الذي تستطيعه هو لسه مكلفا بما لا تستطيع فالإغراق في تأنيب الضمير بحيث يكون الإنسان سلبيا ويتكون الأمة منكوبة في كل مكان هذا يزيد جراحة لأمة ولا يداويها ولا يضمدها بماذا تنصحه ماذا عليها أن يفعل فضيلة عليها أن يعطي ما زاد عن حاجته بماله ويحاول إيصاله إليهم بطرق الأمينة ويدعو لهم إذا كان احتجاج سلمي في مكان يستطيع مشاركته يشارك ويكون مشاركا بتوعية الآخرين وإرشادهم ونصحهم وتحريضهم سؤال آخر فتاة الشيخ يقول إذا رفض طالب الغوث منك أن تغيثه بالمال والطعام وطلب منك فقط أن تغيثه بدفع القتل والتشريد عنه فما هي أوجه الإغاثة هنا بالنسبة للمسلم العادي وبالنسبة للداعية والعالم إذا طلب ما لا يمكن ما ليس بيدك فأنت عاجز عنه لا يمكن أن يطلب من الإنسان الآن أن نسير إليه طائرتنا وأن نعطيه دبابة ونحن لا نملكها إنما يطلب من الإنسان ما قدر عليه سؤال آخر يسأله هو يعني يقول الأرجو طرح هذه الأسئلة على الشيخ بصيغتها كما هي يعني بالأمانة يعني يقول قلنا السؤال الأول وهذا السؤال الثاني بالنسبة للمسلم العادي عرفنا أن زكاة ماله وصدقاته يدفعها بالمال طيب ما هي زكاة علم العالم والداعية في ظل الظروف التي يمر بها أهل غزة ولا أقصد الشيخ الددو بل كل ما شيخه علماء المسلمين كما ذكرنا هذا جوابه سبق أنه يجب على العلماء أن يبينوا الحق وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم وأن يشاركوا في توعية الناس وفي حظهم حكاما ومحكومين وأن يقولوا الحق للحكامين ولمحكومين وكذلك الدعاء والمشاركة في كل احتجاج أن يستطيعون المشاركة فيه وإذا أتيح لهم أي فرصة في ما هو أعلى من ذلك حتى ولو المشاركة في القتال بأمفسهم لا يسقط ذلك عنهم شيء لكن لا بد من تذكر الفرق بين واقعنا الآن والواقع القديم عندما حصرت مدن الأندلسي وسقطت تباعا واحدة تلو الأخرى وآخرها مثل المدينة غرناطة كان الناس فيها يموتون من الجوع وهم حاصرون من كل جهة والمسلمون في المغرب وفي بلدان أخرى يعلمون بهذه النكبة التي أصابت أهل الأندلس ويأتي الناس منهم يوميا في الفرار لكن لم يتحرك إليهم الناس هذه السلبية سائدة في المجتمع لأنه في ذلك الوقت ليست لدينا سرطة حدود ولا جوازات ولا تآشر ولا جنسيات كان بالإمكان أن يندفع الناس بمبادرات شخصية وأن ينقذوهم لكن لم يفعلوا فسقطت الأندلس وكذلك ما حصل في سقلية وكذلك ما حصل في جزر الملوك في شرق إندينوسيا وغير ذلك من البلدان التي احتلت أيضا واستعمرت وكان بالإمكان أن يشارك المسلمون بالمدد لم يفعلوا لكن كان هذا تقصيرا أما اليوم فالواقع أن لدينا حدودا ولدينا جوازات وتآشر وشرطة وجنسيات وقيود كثيرة تمنع خروج الناس في المبادرات العادية للقتال فلا يسمح بالقتال إلا للجيوش والجيوش قرارها ليس بأيدي العلماء والدعاة وإنما هو بأيدي الحكام ما حكم إغاثة الملهوف من غير المسلمين من غير المسلمين كل ملهوف ذكرنا حتى البهائب حتى الدواب كل من وقع في هلكة وأن تقادر على إغاثته وجب عليك أن تغيثه فإذا رأيت أعمى من الكفار سيسقط في نار أو يترى الدعم شاهق وجب عليك أن تنقذه إذا رأيت طفلا من أي ملة كان تصدمه سيارة وجب عليك أن تبادر لإنقاذه ويصدمه قطار وجب عليك أن تبادر لإنقاذه والمسلمون في أزمة كوفيد القريبة أظهروا خيرا كثيرا في أوروبا وفي أمريكا وفي أماكن شتى فالأطباء المسلمون والممرضون كان لهم دور كبير جدا في إنقاذ حياة الناس ومنهم من مات ومنهم كثيرا منهم استشهدوا رحمة الله عليهم بارك الله فيك فضاء دكتور هناك أسئلة ليس لا علاقة لكن طلب الفتوى يعني في وجود حضرتك يقول ما حكما دخل فمه ماء مطر رغما عنه هل يفطر الصائم عليه القضاء أم لا لا هو دخول الفم ليس هو المفطر المفطر دخول الحلق أن يصل الشيء إلى الحلق وحين يذن يبتلع الشيء الذي لم يبتلع لا يضر الصام في الذي يبصق في الإنسان ولا يضره هل يجب علي دفع زكاة المال إذا بلغت النصاب مع العلم أنني أعيش في أوروبا وأدفع الضرائب هل أدفع الضرائب الكبيرة للدولة ومن ثم أدفع الزكاة وهل الزكاة في هذه الحالة لزيادة الضغط على المسلمين لا لا الزكاة هي تضخير للنفوس وإزالة للشحون البخر وحفظ للمال وحفظ الأولاد وهي جزء استثناء في الله إما آتانا وحدد الله مصارفها وتولى قسمتها بنفسه فلم يكلها إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولذلك يفعلها الإنسان طيبة بها نفسه ابتغاء مرضات الله ليدخل في رحمة الله الواسعة لأن الله قال ورحمته وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وللنجاة من الويل والعقاب فقد قال الله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فيقدمها الإنسان طيبة بها نفسه ولا علاقة لها بالضرائب ولا بنفقات الإنسان لكن لها ثلاثة شروط بالنسبة لزكاة المال العادي الذي تحدث عنه الأخ من عشر أوروبا نعم لكل مكان الشرط الأول أن يبلغ المال ونصابا فلا زكاة فيما دون النصاب ثانيا أن يحول عليه الحول فلا زكاة في المال العادي دون أن يحول عليه الحول هذا بخلاف الزرع والمعدن والحول هو عام هجري عام قمري ليس هجري عام قمري دورة القمر الكاملة السن القمرية التي تجب بها الزكاة بالتقويم الهجري لكن مهم أنها دورة القمر وليست دورة الشمس فالسنة الشمسية ليست سنة ميلادية هي سنة قبل ميلاد المسيح بكثير كانت سنوات موجودة فهي سنة منصوبة إلى دورة الشمس والسنة القمرية كذلك كانت قبل الهجرة فهي منصوبة إلى دوراء القمر هذه معنى جيدة فنقول السنة القمرية والسنة الشمسية الزكاة تجيب بالسنة القمرية لأنه لو سكى بالسنة الشمسية في كل ثلاث وثلاثين سنة تضيع عليه سنة الشرط الثالث تمام الملك فيكون المال غير مشترك إذا كان المال مشترك بينه هو نصاب لكن مشترك بينه هو بين زوجته فلا تجب فيه الزكاة حتى يملك كل واحد منهما نصابا فلابد أن يكون المال مملوكا النصاب مملوكا لشخص واحد لكن هو في أوروبا فعلا نسبة ضرائب عالية جدا فضلت نعم هذه مثل كل المصائب التي يواجه هنا هذه الضرائب في المال أكبر منها الضرائب في الدين والضرائب في الأخلاق والقيم التي تأخذ منه ويحسب المال بعد دفع الضرائب نعم يحسب المال الذي لم يأخذ منه بعد وقت حلول الحول ولو كان سيرفع الضرائب غدا لا يهمنا هو وقت حلول الحول الآن الضريبة التي دفعتها أمس ليست موجودة لا تعدها لا تزكيها لكن وقت حصول الحول انظر إلى ما معك فأخرج منه 2.5% نسبة قليلة جدا وسيعوضها الله بضمانه سؤال آخر يتعلق بفكرة ابتلاع ما حكما حس أنه ابتلع ماء هو يتوضأ شعر أنه ابتلع ماء هو يتوضأ فإذا تيقن أنه ابتلع شيئا فإن الجمهور من العلم اختلفوا في هذا فمنهم من قال إنه إذا أفطر ناسيا أو إكراها مثل هذا غالبا فإنه لا يلزمه شيئا ولكن الاحتياط أن يقضي يوما بدل اليوم الذي ابتلع فيه من غير قصد سؤال آخر يقول شيخنا الكريم كطالب طب من فلسطين لم أعد أرى أن هذا التخصص سيفيد تخصص طب في ظل هذا القهر والعجز وأن علي أن أكون أكثر من مجرد طبيب فماذا أفعل؟ ما نصحتك؟ بالنسبة لهذا العجز هو أمر نفسي فعليك يا أخي أن لا تعجزنا وأن تعلم أن أهل فلسطين أحوج ما يكونون إلى الأطباء وقد استشهد عدد كبير من إخواننا الأطباء وأخواتنا في غزة وفي الضفة أيضا فهم محتاجون إلى الأطباء أكثر من حاجتهم إلى العاجزين الذين لا يفعلون شيئا فأكمل دراستك على أحسن وجه واشتغل في مختبارك وإن شاء الله تسد وليست هذه الحرب ضربة تلازب وليست دائمة بل سيطفئها الله كما قال الله تعالى كلما أوقدون أرى للحرب أطفأها الله وحينئذ سيبقى لديك عدد كبير من الجرحة والمرضى والذين بترت أعداؤهم ويحتاجون إلى علاج مستمر ونحن هنا في قطر لدينا عدد من المرضى أنا قلت اليوم في مستشفى فيه طفل صغير لم يبقى من أسرته أحد إلا زوجة عمه وهو شريح وجاء هنا للعلاج لكن ما معه طفل ما معه أب ولا أم ولا أخ ولا أخت ولا عم ولا خال قال ما بقي من أسرته إلا زوجة عمي فقط وليا معه هنا أما في فقط نعم معه كان الله في عونه طيب فضيلة الشيخ يعني انتهى الوقت لكن نريد منك بعض النصائح تنصحنا بها لأن رمضان يعني قربنا على الانتهاء نعم نعم هو رمضان تذكير بالعمر نحن أعمارنا هي مثل هذه الشهور تنتقص بالتدريج شيئا بشيئا ونحن نتمنى أن يأتي غدا وأن يكون لنا العيد لكن العيد الذي نتمنى البلوغة إليه هو نقص من أعمارنا فلا بد أن ندرك أننا مسرعون إلى الموت وأنه المحطة التي أمامنا والقطار منطلق بسرعة لا نستطيع توقيفه فيها فلذلك لا بد أن يجتهد كل إنسان منا في تحسين حاله وعلاقته بالله ويعلم أنه في كل لحظة يمكن أن تكون هذه اللحظة خاتمته فليحاول أن يري الله من نفسه خيرا وأن يكون في وضع يحب أن يموت عليه فذلك يشمل توزيع على الجوارح لا ينظر نظرا وهو يحب وهو لا يحب أن يموت وهو حالا ينظر هذه النظرة لا يسمع شيئا وهو يحب أي لا يموت وهو يسمعه لا ينطق بكلمة وهو لا يحب أن تكون خاتمته الكلام وهكذا في كل قول نفي لأنه في عمل قلب وعمل جوار كلها جزاكم الله خيرا شكري ليك فضيلة شيخ العلام محمد الحسن وولد الددى والدعي الإسلامي ورئيس مركز تكوين علماء بمورتيني على وجودك معنا شكرا لإنجازه لك أكرمكم الله أبارك فيكم وفي جميع المستمعين والمشاهدين كما أشكركم مشاهدين الكرام على طيب المتبع إلى أن ألقاكم في الرابعة عصرا وتعاد هذه الحلقة في الثانية والنصف فجرا بتوقيت مكة المكرمة لكم كل التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة